السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة ربعة. النهاردة ان شاء الله بازن الله هناخد درسة العمليات الحسابية على الاعداد العشرية. يعني ايه عمليات حسابية على الاعداد العشرية? يعني الجمع والطرح والضرب والاسمة. بس في حالة الاعداد العشرية ان هي تكون اعداد عشرية. اول حاجة هناخدها النهاردة اللي هو الجمع. ما يجي يقول لي مية خمسة وستبعين من الف زائد ستمية اتنين وثلاثين من الف. اول حاجة لازم اعملها ان انا هساوي العلامات. لو العلامة هنا بعد ثلاث ارقام لازم تبقى هنا بعد ثلاث ارقام. لو هنا بعض رقم لازم تبقى هنا بعض رقم. لو هنا بعض رقمين لازم تبقى بعض رقمين. زي ما خدنا بالضبط في درس المقرنة والترتيب. لازم اساوي العلامات او اجانس العلامات. طيب اول حاجة هشوفها. هشوف هي العلامة هنا بعد ثلاث ارقام. العلامة هنا بعد كم رقم بعد ثلاث أرقام طب هي هنا بعد ثلاث أرقام برضو أيوة يبقى هجمع أو أطرح على طول وهقول خمسة زائد اتنين سبعة وسبعة زائد تلاتة عشرة صفره معايا الواحد واحد زائد واحد اتنين اتنين وستة تمانية والعلامة تنزل ودي يبقى تمنه مية وسبعة من ألف طيب نشوف المسألة اللي بعدها تلتمية تسعة وسبعين وتمانية من ألف زائد تلاتة وخمسة وسبعين من مية أول حاجة لازم أتأكد منها العلامات العلامة هنا بعد ثلاث أرقام والعلامة هنا بعد رقمين قلنا في الدرس المقارنة والترتيب إيه اللي بيحصل العلامة بعد ثلاث أرقام الأكبر الثلاثة ولا الثلاثة الثلاثة لازم كله العلامة تبقى بعد كم رقم يا سنة ربعة تبقى بعد ثلاث أرقام تبقى ليس هنا بعد ثلاثة بس هنا بعد 2 هخليها بعد 3 ازاي هزود صفر هنا هزود صفر في الاول هزود صفر في اول الرقم خالص هزود صفر علي مين العلامة طيب تمام وبعد كده هتبقى العلامة بعد 3 ارقم هنا والعلامة بعد 3 ارقم هنا ينفع اجمع ايوة ينفع اجمع على طول طبعا ممكن نجمع كده وممكن نكتب المسألة تحت بعضها زي ما بتحبه تجمعه تحبه تجمعه الطريقتين رقم تحت رقم بالزبط تب هاجمع ازاي تمانية زائد صفر هي التمانية خمسة زائد صفر هي الخمسة سبعة زائد صفر هي السبعة العلامة تنزل تسعة وثلاثة اتناشر اتنين ومعايا الواحد واحد وسبعة تمانية والثلاثة تنزل يبقى تلتمية اتنين وتمانين سبعمية تمانية وخمسين من الف يبقى لو جمعت المسألة افقي تمام لو حطتها رأسي تحت بعضها براحتنا خالص طيب نشوف المسألة اللي بعدها تلاتة وتسعين وتمانية من مية واربعة وخمسين وستة وعشرين من الف يمس العلامة هنا بعد رقمين والعلامة هنا بعد ثلاث أرقام لازم أخلي العلامة في كله بعد ثلاث أرقام طيب هعمل ايه هزود صفر على يمين العلامة بقت هنا بعد ثلاث أرقام وهنا بعد ثلاث أرقام ينفع عجمة عادي صفر زائد ستة هي الستة تمانية واثنين عشرة صفر ومعايا الواحد واحد زائد صفر هو الواحد واحد وصفر هو الواحد والعلامة تنزل تلاتة واربعة سبعة خمسة تسعة زائد خمسة تسعة زائد خمسة اربعة عشر طيب اللي بعدها نشوف يعني مثل هنا العلامة بعد تلت ارقام وهنا العلامة بعد تلت ارقام ينفع اجمع عادي جدا سبعة وخمسة اتناشر اتنين ومعايا الواحد صفر زائد واحد هو هو الواحد وواحد يبقى اتنين وصفر زائد اربعة اربعة العلامة بعد تلت ارقام لازم تنزل بعد تلت ارقام خمسة زائد تسعة اتناشر اتنين ومعايا الواحد تلاتة واحد اربعة اربعة واحد خمسة يبقى ناتج اتنين وخمسين وربعمية اتنين وعشرين من الف طيب هنا نيجي نجمع هلاقي العلامة هنا بعد رقمين والعلامة هنا بعد تلت ارقام ماينفعش اجمع لازم العلامة تبقى بعد تلت ارقام صفر واحد هو الواحد طبع عشان تبقى بعد تلت ارقام هزوت صفر على اليمين وبعد كده هجمع عادي جدا صفر زائد واحد هو الواحد أربعة وتسعة تلاتة تلاتة ومعايا الواحد واحد وتلاتة أربعة أربعة وخمسة تسعة تسعة والعلامة بعد تلات أرقام تنزل بعد تلاتة وتمانية حداشر واحد ومعايا الواحد واحد زائد واحد اتنين يبقى الناتج واحد وعشرين تسعمية واحد وتلاتين من ألف طيب الطرح هو هو الجمع بس بدل ما هجمع هطرح طب لازم أتأكد من إيه لازم أجانس العلامات يعني إيه جانس العلامات يعني لو العلامة هنا تبقى بعد تلات أرقام أتأكد إن هي في النحية التانية بعد تلات أرقام العلامة هنا بعد تلاتة العلامة هنا بعد تلاتة أيوة ميس هبدأ أطرح عادي لو حبينا نطرح كده تمام حطينا المسألة رأسي تمام هحط المسألة رأسي ازاي ايه دي تسعة و سبعمية تمانية وتسعين من الف سبعمية تمانية وتسعين من الف رقم تحت رقم اربعة و خمسمية تلاتة واربعين ودي علامة الطرح تمانية ناقص تلاتة خمسة تسعة ناقص اربعة خمسة سبعة ناقص خمسة اتنين والعلامة تنزل تسعة ناقص اربعة خمسة يبقى كده عملت الطرح طيب المسألة اللي بعدها والله هنشوف في العلامة هنا بعض رقمين تب العلامة هنا بعض رقم واحد ينفع لا يا مس ماينفعش لازم 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 ازود صفر ازود صفر في مين في القليل تلاتة ناقص صفر هي هي التلاتة ستة ناقص اتنين اربعة العلامة بعض رقمين تنزل العلامة بعض رقمين ادي العلامة بعض رقمين سبعة ناقص واحد ستة تمانية ناقص تسعة ماينفعش تستلف من اللي جنبيها تبقى 18 والستة دي تبقى 5. 18 نقص 9 9 والخمسة تنزل طيب تمام المسألة اللي بعدها 9 من 10 نقص 451 من 1000 يا ميز ده العلامة هنا بعد رقم والعلامة هنا بعد 3 أرقام ينفع العلامة تبقى بعد رقم وبعدين العلامة تبقى بعد 3 أرقام مطرح لا لازم جانس العلامات طيب هجانس العلامات ازاي هحط في القليل صفرين علشان هنا بعد 3 لازم تبقى هنا بعد 3 أقول صفر نقص 1 هو هو الواحد لا يمس ما ينفعش صفر نقص واحد ما ينفعش يروح يستلف من الصفر اللي جنبه مش هيلاقي معاه حاجة يروح عند التسعة التسعة تصبح 8 والصفر ده هيصبح 10 هيستلف منه 1 فده هيصبح 9 والصفر الأولاني هيبقى 10 10 نقص 1 تسعة وتسعة نقص خمسة أربعة وتمانية نقص أربعة أربعة والعلامة تنزل طيب هنا يا مست بقى ما فيش علامات خالص ينفع لا ما ينفعش فيه هنا علامة بعض رقم لازم يبقى فيه هنا علامة بعض رقم طيب هعمل هجيب آن العلامة وهحط آن الرقم وابدأ أطرح صفر نقص أربعة ما ينفعش تستلف هتستلف من مين من البعض العلامة عادي جدا اللي أربعة تصبح تلاتة والصفر يصبح عشرة عشرة نقص أربعة ستة علامة بعد رقم تنزل تلاتة نقص واحد اتنين والواحد ينزل آخر مسألة معايا نقول تلتمية خمسة وسبعين وا أربعة من عشرة ودي اتنين وتلاتين واتنين وستين من مية والله يمس علامة هنا بعض رقم وعلامة هنا بعض رقم مما ينفعش هعمل ايه هزود صفر صفر نقص اتنين ما ينفعش اللي أربعة تصبح تلاتة والصفر يصبح عشرة عشرة نقص اتنين عشرة نقص اتنين تمانية وتلاتة نقص ستة ما ينفعش التلاتة تستلف من الخمسة واحد هتبقى تلاتتاشر تلاتتاشر نقص ستة هنعد نحط الستة في دماغنا ونعد لحد لما نوصل لحد التلاتتاشر هنلاقي سبعة طيب يا مثل هنا العلامة كانت بعض رقمين تنزل بعض رقمين هنقول أربعة نقص اتنين اتنين وسبعة نقص تلاتة أربعة والتلاتة نقص ما فيش حاجة تنزل زي ما هي يبقى الإجابة أربعة وتلاتمية تنين واربعين وتمانية وسبعين من ألف تنين واربعين تنين واربعين تنين واربعين تنين واربعين